أقيبت صلاة الجنازة على الشيخ خليفة بن زيد الانهيان رئيس دولة الإمارات بعد صلاة المغرب بتوقيت الإمارات وشيع جثمان الفقيد إلى مثوه الأخير في مقبرة البطين في أبوظبي كانت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات قد نعت إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم الشيخ خليفة بن زيد الانهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة أربعين يوما اعتبارا من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم هذا ويتقبل الشيخ محمد بن زيد الانهيان حاكم أبوظبي غدا في قصر المشرف تعازي حكام الإمارات أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أعصار المترجم الز透ة